نصحصح ونصبح ونشرب أجمد فنجان كافي ميكس من عميل إدينا طريقة سهلة وسريعة وبسيطة كمان اقتصادي كدن زي ما تعودنا مع بعض ثلاث مكونات بس ممكن نقول أربعة لو حبينا الإضافة الرابعة بسرعة جدا جدا هنعمل أجمد موج كافي ميكس في البيت لو مش موجود عندك وزي ما انت شايفة البودرة هي بتتكلم عن نفسها وبتقولك يلا دقيني نبدأ على بركة الله ونصال على سيدنا النبي ونشوف الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم المقدير معانا إن شاء الله كده ثلاث معالق كبار مليانين من اللبن البودرة ولازم يكون لبن بودرة كامل الدسم ثلاث معالق كبار مليانين من البن اللي هي القهوة العادية اللي موجودة عندنا في البيت وثلاث معالق كبار مليانين من الكريم شانتي هقولك دلوقتي إيه البديل بتاع اللبن البودرة وبتاع الكريم شانتي يبقى ثلاثة لبن بودرة، ثلاثة قهوة أو بن، ثلاثة كريم شانتي بس كده كل دي ما قدرنا الطريقة بقى في التحضير هنقول بسم الله في الطبق بتاعنا وهننزل كده بالكريم شانزي وبعد كده هننزل باللبن البدرة وكمان هننزل بالقهوة بتاعتنا او البن البن العادي يا جماعة اللي موجود في كل مكان عندنا البن العادي خالص اللي بنعمله على نارها دي ده هقلب بقى كل المكونات مع بعضها بالشكل ده لحد ما تندمج تماما وهتلاحظي اكيد اللون هيبقى ظاهر معاكي كأنك فعلا جايبك وفي ماكس من بر هفضل قلب كده بالشكل ده طبعا هنا عاملة كمية قليلة يعني هتعبض مثلا ثلاث مجات او حاجة لو هتزويد الكمية عن كده هتضيفي ربع معلقة صغيرة من البيكينج سودا او الكاربوناتو علشان ما تخليش الخليط بتاعك ده يتكتل وبالبلد كده يكعبر كده تلاقيها كور كور جوا البرتمان فعملي كمية بسيطة على قد كم تخلاص اعملي تاني كده انت عرفت الطريقة هي سهلة وسريعة وبسيطة خلاص كده كل المكونات اندمجت مع بعضها البداية اللي عندي بقى هنا الكوفي ميت ده او الكريمر ده بديل للكريم شنسي لو مش موجود عندك كريم شنسي وعندك كريمر هتستخدم الكريمر بدل الكريم شنسي بدل البن لو ما عندي كيش البن اي نوع بن بقى هتستخدمي يا النسكافيه جولد يا اما النسكافيه البلاك اللي هو الهوريكو دي لقتي الاكياس لكن احنا مستخدمين البن بتاعنا اللي هو العازي البن اللي هو زي بن العميد ولا بن العمدة ايا كان نوع البن يبقى انا كده قلتلك على البدايل انا حبيت اعمله بطريقة صحية اكتر اللبن البدرة والكريم شنسي ديها سكارة شوية زي ما انت شايفين اختلاف اللونين هنا عشان هنمزودة البن ده اول نتاج او نتاج للكوفي ميكس كان طعم القهوة فيه واضح كده كنت بتشربي صح صحي وتصبحي فعلا غير دلوقتي بتشربيه زي ما شبتيش هو انت بترضي حاجة جواكي وخلاص شوفوا هنا اللون فاتح قوي عشان هنا نسبة المبايد او الكريمر كبيرة جدا يعني ممكن تبقى الاضعاف يعني لو تلاتة كريمر هيبقى اتنين بون لكن احنا عاملين بكميات متساوية هتشرب المج من هنا وان شاء الله هتدعي دي زي ما انتو شايفين وكده لو زي ما قلتلك هتعمل كمية كبيرة البرطمان لازم يكون ناشف معقم ونضيف برطمان ازاز وتعبي فيه وتفليه وتستخدمه وقت ما انت عايز طب تعالوا كده نعمل مع بعض مج او كوباية هاخد كده معلقتين انا بحب تقيل شوية اللون وبعد كده هنصب عليه المية المغلية لو حابة تصبي عليه اللبن تمام ما فيش مشكلة طبعا السكر ده حسب الرغبة لو انت حابة تضيفي له سكر زي ما انت عايزة ضيفي فيه كمان انواع نسكافيهات او ممكن تعملي ايه تحطي كمان تلات معالق كبار من السكر البودرة مع المكونات وتقلبيهم كلهم مع بعض لكن انا بصراحة السكر ما بيحبنيش فما حطيتوش في النسكافيه اللي انا عملته هقلب كده بالشكل ده زي ما انتو شايفين كل حاجة والله على الطبيعة انا ما دارتش اي حاجة دي البودرة اللي احنا لسه عملينها حالا مع بعض تمام زي ما انتو شايفين اللون الاصلي بتاع الكوفي مكس وزي ما قلتلك لو حابة تحطي السكر دلوقتي حطيه حابة تحطيه في البودرة نفسها حطيه خلاص ندق كده ونشم الريحة فزيعة ونشير كنكة بتاعتنا وهي الرعي الرسمي اصلا لاي نوع نسكافيه بنعمله الريحة فزيعة والطعم جنين ريحة القهوة كده بتدخل على النفوخ على طول يعني جامدة جدا للناس اللي بتاعشوا الناس كفيهات وطعم القهوة وطعم السموكين شوية دي هتعجبكم جدا ان شاء الله فجربوها بنفس الطريقة وهتعجبكم وطبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك او السابسكرايب وتفعيل زر الجرس وتعمل وتشغيل الكل عشان كل حاجة جديدة ان شاء الله بنعملها توصلكم وتشرفونا وتدخلوا تشوفوها وتدعونا دعوة حلوة بظهر الغيب ويكون لكم نصيب منها ان شاء الله كده عملنا مع بعض بودرة الكوفي مكس بمنتهى السهولة سهلة وسريعة وبسيطة او زي ما قلت لكم اقتصادية اذا يعني اللي مش عندك نسكفي في البيت ونفسك تشربي كوفي مكس او نسكفي لو عندك بقى الثلاث مكونات اللي قلنا عليهم دولها تقومي تعملي فورا كده الفيديو بتاعنا خير السبب بيكون عجبكم ونردائكم كنت معاكم سندس سعيد من قناتي على اليوتيوب قناة سندس سعيد اسابكم في رعاية الله وامنة واستودعكم الله لزيلا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته